اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وضع ضيحة، كدك خيبة بقولك يا زينة، وحيات أمك العملية مش نص تقنيم وبعدين مش كل شوية تعطبيني مش عايز أسمع صوتك طول ما نقعد في البيت فهمه لا خوفتني، وهتعمل إيه سابع هشوف كده أحاول أتصرف في أي حاجة أجيب أي فلوس، أحاول أتفع فلوس المصيب سبيني بس دلوقتي، أنا أحاول أتصرف رحبين، إيه اللي انت لكسه؟ ده هدخل جوه غاية آه صحيح، اللي واحد عقل وطار بعلي إذنك يا حبي، عاوزين نمادة فترة المراقبة على العالة دول تاني؟ أيوه وهي فترة المراقبة اللي فاتت أثباتت حاجة دينهم؟ في الحقيقة لأ، لكن أنا متوقع إن شاء الله إن الفترة الجاية حيوقعهم وممكن لأ، أنا آسف أشبه يعني؟ يعني؟ يعني مش أقدر أمدي لك فترة تانية لو العيال دول هم فعلاً اللي سرقوا، كان دسة باتلك الفترة اللي فاتت أيوه، بس دول العيال؟ دول شوية طلبة مستهترين، مش معنى كده أن هم حرمية فادرة شف بيهم، شاكك ما كان شفنا حالهم شاكك جدا؟ اش عارفة زينة لقلوم أزاك زينة؟ وحشتين يا بيت تعمل أ��들이؟ طاقت يا طاق ألف باركة يا ابو�ś، يا بنا خرج كده أخذت مرأة؟ الحمد لله خرجت بدمان محل إقامتي ودفعت كفاءة لكده يعني الحمد لله على طوامتك ربنا يا كرامك أنا مش عارفة الحكومة دي تتهم الناس بالباطل كده ليه؟ حاسبي الله ونعمل وكيل فيها بالباطل؟ فيها طلعت قابل باطل أنا خرجت بالأنون العنون هو اللي نصافني الحكاية دي معمولة لمكيدة وأنت عارف بس الحمد لله خرجت مرفوع الرأس ألف بارك أنك خرجت متر عشرين بك وطلعت يريتك ما خرجت ادخل صباح الفل يا ساعات الباشا آه يا عماد تعالى يا باشا أنا مش أخذ الوقت ساعاتك كتير يعني أنا كنت جاي يعرف أي أخبار عن عصابت التسعة مالي مفيش جديد يا عماد الله هم ساعاتك قلتلي المرة اللي فاتت إن فيه مشتمع فيهم واندو بترقبوهم ما لقلناش أي ثبات عليهم إن هم اللي بسرقوا يعني القضية تحفظ ده باشا؟ ما تحفظتش تحيات شغالة وحنقبض عليهم إن شاء الله متوش بشاي؟ ربنا أخذك لي باشا متحريبش منك يعني يعني لو فيها ساعة أدب من يا باشا يعني حضرتك لو تحب إن أنا ساعدك في أي حاجة أنا تحت أمرك جربني بس يا باشا يعني قولي أي خيط كده وشوف إنه عاملين جرية عمّا مات يعني إنت هتعرف توصل اللي إحنا مش عارفين ده وصله؟ في إيه؟ لا باشا لحفو طبعا باشا بس يعني يوضع سره في قضعة في خلبه طب كربني باشا؟ لعلمك أنا اللي هي مصادري جوه الوزارة وبره الوزارة مفيش معلومات تانية حضروا لهالك غير إن العيال دي حيتقبض عليهم إن شاء الله والتعيات شغالة لا يعني ساعتك أقفل النهاردة لا مودك مش حلو بصراحة يعني وضع إن فيه حد بدأ ساعتك طب قولي مين طيب وأنا يعني طب أنا عموما يعني أنا هعتبر المقابلة دي ما حصلتش عشان ساعتك ما تدقاش يعني وأعتبر إن إنت يعني مش هتشوف وش النهاردة تاني خالص آآ أجل ساعت البوكرة إن شاء الله أو لا؟ طب نحساها علي بتاك يا سوها الصلاة حلوة قوي أوه أنا هيكل يا حبيبي دلوقت سكتة ليه؟ يا سلام يا سلام ما شويات تر حلوة ها؟ بصاية شكرا شكرا بسم الله الرحمن إيه يا حبيبي أنا كنت عايزة أتكلم معاك في موضوع مهم تكلم يا حيبت أنا سمعك أصل بصراحة كده أنا عايزة أشترك في فرقة المسرح بتاعت الجامعة وبعدين في سادة النفس دي بقى ها إحنا مش خلصنا من موضوع التمسيل ده خالص يا سوها وفيها إيه بس يا حبيبي ده نشاط فني مش أكتر ثم أنا هابقى مع زميل يعني مفيش ده يتقلق علي لأ إحنا اتفقنا إنه مفيش تمثيل وبعدين ده مبدأ وأنا لا يمكن أتخلى عن مبدأي في يوم من الأيام بقولك يا سوها إذا وفقت دلوقتي اللي أنت تمثلي هتفضل تزني علي بعد الجامعة أو بعد الجواز وتقولي لي برضو عايزة أمثل يا إهب ده نشاط فني يعني أنا مش شايفة أني فيها حاجة خالص ثم أنا كممكن أعمل كده يعني من غير معقول لك كمين كنت عايزة أتمثلي من وراي يا سوها؟ يا حبيبي أنا مش قصدي أنا قصدي يعني أنك ممكن بص يا سوها من الآخر كده يا أنا يا تمثيل وقدامك يومين تفقري وتبترد علي فيهم بس تفتكروا موضوع العسان المدني ده يجيب نتيجة فعلا؟ طبعاً الشعب لو نزل الشرع هيفرد أربته يا أختي بالاواكسة ما عملتوش كده من زمان ليه؟ لأن الشعب عمره ما نزل الشرع بكل طوايفه مع الأسف لسه في ناس خايفة الخوف ما عاشش جواقله بالناس ما خليهوا ماشين جنب الحيط على ترطيف صواباحه بس عارفة لازم الخوف ده يتكسر لازم الشعب ينزل الشارع ويكسر كل التبوهات القديمة ويفرد إرادته بس يا رب فعلاً ينزله هينزله لما اللي زيب زيك اكتره واللي سلبي أو مش فاهم حاجة زي الدينة يقله ماشي يا عم سعد زغلوي بس ياريت يحصل تغييد للأحسن ودي دقني لو حصل حاجة ده كدين لو ده بزيك عمال اهلاً تجاعدها شوية؟ اه طب لما تريد تمشي برنيل ماشي عشان نمشي مع بعض ماشي غريبة ده ما سلمش عليك دي مش عادته أبداً أصلاً آخر مرة يعني شدنا مع بعض شوه ليه كده؟ مفيش أصلاً قاعد يطلب مني الطلب السخيف بتعوده تاني وأنا بصراحة رفقت عشان كده ماشي ونفسه مكسور يا عيني على فكرة يا سهامي حرام عليك خالد ده جدع وشهد وأرجى لطالب في الجامعة حتى لو مش عايزاي يعني ما تصدوهش بالطريقة دي يا سلام بتي محموعة ليه قوي كده ليه؟ لو عاجبك قوي كده شبعي بيه؟ أنا مش هرد عليكي على فكرة جودة يا سهامي بتحريكي دينا ليه بالشكل ده؟ بصراحة أبوارت قوي انت روح فين يا روح الروح؟ يا يا حبيبي أنا نازل روح الجامعة وحاتسيبني لوحدي؟ يعني عامل ايه مش فاهم؟ يعني عندك محضرات مهمة؟ مش محضرات مهمة بس زهقت ونازل اقعد مع صحاب شوية طب خدني معاك يا لولو ما تسيبنيش لوحدي هاقعد هنا بين أربح طن؟ أخذك معا فين؟ بقولك داخل الجامعة داخل الجامعة من جوه طب وماله؟ وماله ازاي؟ طب لو سألوك على الباب هتلوهم ايه؟ سيح وفنادق؟ ملكش دعوة انت انا هتصرف بطريقتي ما تكلمي لو ايه خليه يجي مش حليه يجي يا ستة حاول ايه؟ حاولت مرة واثنين وعشرة وفشلت ومش ماقول نسيب الولد يضع بالشكل ده ونقول ان احنا عملنا اللي علينا ده ابني وانت مراتي والولد محتاج لي جوه واسري ولا نسيبه يبوز ويضيع اعمل ايه؟ قولي اعمل ايه؟ ننصرف نفكر في ايه طريقة نخليه يجي بيها في اسطنة لما بابيني وبينك نحاول نسلحه لما نسيبه ونحمله بالشكل ده لأ وقال في لأ بعد انا راجل طربوي ولا يمكن اسمح بحاجة زي دي تحصل ماشي ماشي بس هنجيبه الزاي وليله انك تعبانه ونفسك تشوفيه ولما ييجي هتديله مصروف كبير قوي ماشي هقوله كده بس على الله يرد انت ما بردش عليها خالص ما بيردش حاولي يا الله لؤي حبيب قلبي ماما حبيبي انا وصوت قوي انك ردت علي انت كويس يا لؤي ايه يا ماما خلاص يا حبيبتي ماشي خلاص يا ماما حاضر يا ماما يا ماما انا في المحاضرة يا ماما والدكتور بيشرح اعمل ايه انا ايه فيل ايه اوه باكلمك تاني سلام ما بجد انت معنا هنا في الجامعة ايوه يا اختي معكم في الجامعة وفيها ايه دي اصلي مش بشوفك في الكلية كتير لا اصلاها اصلاها مش في كلية التجارة في كلية تانية ايه اكتساد وعلوم سياسية اكتساد ايه اكتساد ايه اخري ببيتك فكرتيني بخدمك تشمعية التارية التارية بكرة لما بقى سفيرة في كاس الامم المتحدة لح ايه 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 افضعينة يعني كاس الامم المتحدة يوه انت هتقفولي على الوحدة ولا ايه؟ انا سهقت طب يلا ماجل ايه يا ابني مش تسلم والت داخل ولا ايه إيه يا ماجد ماجد؟ فيه إيه دا؟ انت مش هنا دا، انت في النارويج انت حاسس إننا موجودين أصلاً ولا لأ؟ انت بتاني حكي دا ليه؟ انت هتصورني ولا إيه؟ أه صورك لما طابت تكلم مراتي في عناها يا روح أمك أبقى صورك انت عميت يا لأ؟ انت جنيت يا باري من اللي كان الواء؟ هلكش نوعب نوعب هلكش معادي هدي نفسك هدي نفسك خليه يقصبت نفسك أوكي، 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 أوكي خلاص ينجي، خلاص ينجي بس، بس، خلاص هدي نفسك آه، ده، آه يالله باي باي جمع، باي يالله، يالله غافي، نتسانه عجبتني ياوي، اكتسان الله يخرب فيه تك يا سوسو لا بيئة بيئة يعني مش أيكة ده حتى لاقينا على بعض امشي، امشي انتها مش معقول بجذ بقيت مش معقول يا ماجد حرام عليك انت بالطريقة دي هتخسرني كل الناس انت يا يا بنت مش فاهمة بغيرة عليك انت فاكناني اسجو يخرب بيدي غيرة يا شيخ هل شفتيش الوقت كان عادي بيبص عليك ازاي؟ طب ما انا كل راجل بيشوفني بيبصلي بالطريقة دي انا يا سمينة يا حياتي هتمشي بقى اتدور الضرب في كل رجالة البلد؟ آه نسيت يا سمينة النجمة الامورة اللزيزة اللي جرى معاها عائل خرق مش كده؟ لا بقولك ايه انا السكة دي ما تكونش معايا وانت عارفة شخصيتي من الاول انا ولا حشوفك في حتة ولا عايز اشوفك واسر رجالة ولا عايز حد يعرف اللي انا عرفك اصلا يبقى احسن برضو ماشي ماشي يا سمينة انا حمل لك اللي انت عايزة رايح فين؟ ايه دا يا ايه دا؟ ايه يا باشا دا؟ علي انيح مطالة باشا وباشا وابن باشا انا جاي يا باشا اجيبلي معاليك الفلوس البطاعة اللي خدتها منك وملقتش الكيس اعفن من دا شوية ليه يا باشا؟ طلع من راحة الزفورة؟ طلع السلامة يا تورب الله يسلمك سعدة الباشا غمه ونزحت خلاص على فكرة طلعت عمل شغل كويس قوي وانت في الحبس طبعا يا باشا او تربيتي وصبيي وجذوختي برضو ايوة بس واضح ان التلميذ تفوق على استاذه بكتير تولي يا باشا طلعت انا المرة دي حابديك بطاعة اكتر من المرة اللي فاتت وطلبة حيساعدك في توزيح ساعده دا يا باشا على الشمازة بس يعني يعني ازاي ساعد الصابي بتاعي يا باشا انا يا صاحب المنطقة وانا اللي باشتغل طول عمر فيها اساعده ازاي يعني ايوة طبعا بس انت عليك مرابع دلوقتي ومش حايفة وبعدين انا ما حبش حدين ايش انت تقول مرفهومه بس مفهوم يا باشا مفهوم يا هنالله اللي هنم حد جال احرصه ازايك يا خيلي ازايك يا دين هما الفين بقيت العيال اه مش موجودين انا جاعد الواحد احسن برضو فلاش واجع دماث بيعملو دمش بيت يا دين انت بتخافيش خاف من ايه واحدة زي الجمر زيك جاعد عم واحد صعي دي في شجل وحديهم ببتجلجيش يعني كنت خفت من زمان ده لسه فاكر يا راجل بعدين انا بميت راجل وانت عارف كده كويس بيت اسكندرانية كده وانعجبوك بتكلم بجد عالناس لما شوفوا واحدة جاعدة في شجل شباب لوحديهم ممكن يقولوا عليك ان ان انت ماشيك بطار بتزعليش والان بقول لك كده عشان انت مكنتك كبيرة في جلب انا ما يهمنيش رأيه حد في الدنيا غيرك بجد انا قصدي يعني ان رأيك يهمني قوي و وانت مكنتك كبيرة قوي جوا قلبي يعني حاجات كتير كده بس انت اكيد فهمني يعني انت انت يعني المكانة دي محدش يعرفها غير انا وانت خالد هو انت انا فهم قصدي ولا ولا مش فهم فهم والله العزم فهم قلت عايز اقول لك على حاجة يعني بس كنت متردد قول قول يا خالد اقول عادية ايوه اقول عادية ارجوك قول بس لوني تحت كنت بعمل شاي في الانبوبة خلص انبوبة انا قلت لهم يا ان احنا نبعد في شجة غسطة بيه علاجتهم مصررين بس مش عايز اسميها صوتك تاني بس بيقول لك شاني بيقول لك ايه ايه خالد تعال ايه طول بس هالفول يا زينا بس هالخير يا خول ببط طلعت فين وما بيردش على الموبايل بتاعه قال لي ان هو مسافر في شغل شغل ايه ده اللي مسافر فيه وانا ما اعرفوش ومسافر فين بقى ان شاء الله برضو مش عارف ده انا دبيت حتة زينخ نقامعه في التليفون وبرضو ما رضاش يقول لي مسافر فين وعشان نيتصدق ما قال لي كيش خالص لا برضو الكلب ما بيردش علي الوهد اكيد بيعمل حاجة وبيدبر حاجة احنا مش عارفينها تفتكر يا زينة طلعت بيخطط لي ايه مش عارفة طب ادخل بدل وقفة عالباب دي يلا تعال ماشي يا طالع اللا ما بتردش ليه ايهاب مش جيرا انت صوها اه يا ماما هي اللا انت مش عايز ترد عليها ولا ايه بالزبط كده في ايه يا ابني ما حصل مشكلة بينك ولا ايه اه يا ستي حصلت مشكلة كبيرة جدا بيننا نهارض مشكلة ايدي بقى اللي حصل يا سيهاب صوها عايزة ترجع تمثل تاني اللا هي مش كانت شلت الموضوع ده من دمخها استني بس انت يا فوزية ممكن بقى يا ستي ايهاب تحكيني الموضوع بالتفصيل ابدا لقيتها بتقولي انها عايزة تمثل في مصرح الجامعة قلت لها لا طبعا انا مش موافق لقيتها مصممة ومش عايزة تسمع الكلام قلت لها خلاص يا انا يا التمثيل وقدامك يا بنت فكاري وترد علي فيه طب ابني تاخذ الموضوع كده عافش كده ليه الموضوع دي يا ابني واحدة واحدة بالراحة يعني يا بابا عايزنا وافق انها هتمثل ايوه يا حبيبي توافق لاني البنت بتقولك مصرح الجامعة يعني مكان محترم حاجة كده زي مسابقات الشطرنج والبنجبونج مانا لو وافقت يا بابا تقولي انها عايزة تمثل بعد الجواز يا حبيبي يبقى ساعتها يحلها الف حلال ايوه لاني ساعتها اعتبأ امراتك يعني تقدر تحكمها وان يا ابني البنت بتطلع تقطها في مكان محترم انت عارف وقتها هي اللي هتقولك مش عايزة تمثل يعني انتوا شايفين يعني ان انا وافق ايوه طبعا طبعا لازم توافق بس لازم تستفيد درسي بالموضوع دوت انك لما تقابلك مشكلة تواجهها مش تهرب منها يلا كلمها ورديها بقى ايه اصل عمالة تتصل بكرا بقى لما اشوفها فيس توفيس قعد اطول عاوز ايه تاني علش يا راشا فيه موضوع كده يعني لازم اكلم سيادتك فيه انت ليه خليت طلعة تبقى الكوماندا علي وخليت نشتغل عنده يا باشا انا الراجل بتاعك وبيشتغل معك بقى لي سنين وعمر بقى تخلي الصابي بتاعي الرئيس عليها انا فاهم شغلي كويس مش مستنيك انت تفاهمولي يا باشا بقى العافة انا مقصودش بس يعني احنا كنا متفقين انه هيبقى الرئيس لفترة كده الغاية بخلص المراقبة اللي عليها والمرأبة خلصت وخلاص رجع بقى سيادتك المال ما جريد عاوزت الشغل لحسابك اطولا والله يا باشا لو تحب انا ما عنديش اي مانع اوكي احنا عايزين ندخل الكوكاين والهيروين المنطقة الجديدة اللي انت ساكن فيها في 6 اكتوبر وعايزك تركز بالذات على شباب الجامعة الاهنات لا يا باشا لا البيزا لا انا مانيش في السكة ده يا باشا لا يا باشا ده زعلتها وحشة ايه؟ خايف؟ بس عدت الباشا انا الراجل بتاع حشيش طول عمري وارس المهنة دي خليني في الحشيش يا حسن عشان كده بقى انا اخترت طلع طيب الرئيس عليك لانه ما بيخافش بينافز اللي بقولهوله من سوكات مش جبان زيك الموابلة امتحت يا باشا بس انا ما خادتش بضاعه وبقى لي فترة ما خادتش الحية اما البضاع تكهز المكتب هيكلمك بسي 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 اههههههههههههههههههههههه وحشان يا بيت اوي كمان وحشان يا اوي إلا حدبك علينا انت مش كنتي عدت الفقر والسياختي واتذهب بقى من هنا لهنا اهو ده اللي انا باخده منك القروا بس اديهم طاروا زي منت شايفة ورجع اشتغل من تاني وفن المدعو قلقى وصافر له يومين كده قلت قاجئ اللي بعيشي واشوف إيه الجديد هنا يعني إيه الجديد هنا زي ما احنا بس أديكي عرفتي إن هنا بيتك ومطرحك وأي مصلحة بره تبقى عالطياري يا بيت كلي عيش الوادي السيد ده مش هينفعك لو الزنقتي مش هيعبارك اتكبر ايه محتاجك يا سوسو يعني ايه يا ابني مش لقيهم؟ يا باش همم مش موجودين في بيتهم من أول النهار؟ هو انتو مش متكسفين المراعب عليهم المرضى؟ سيادتك مفيش غيرانا وحميدة مراعبينهم 24 ساعة ولما روحنا ننمنا رجالنا من لهمش لأنهم اختفوا ومباناتهم مقفولة طب روح انت وانا همقول لك تعمل ايه؟ قدر يا فانا قلوه استاذ سطوحي ازاي ساعدتك شريف باشا؟ الحمد لله انت عامل ايه دلات؟ كله تمام ما عليك؟ لا قللي العائلة اللي انت كنت شاكك فيهم جولك اتكبر ايه ثاني؟ لا باشا متساعدها لاحست ولا خبر وانا كبرت اتناخي بقى يعني لا بسأل ولا فارق معايا طب ماشي وحياتك لو فيها ايه جديد بلغني على فرصة حاضر يا باشا تحت عمرك سلام عليكم اعرف سلام يا باشا غلط انتو عارفين المشكلة الحقيقية اللي البلد فيها ايه؟ اني مفيش حاجة اسمها عدالة اجتماعية الطبقة الوسطى انقردت اختافك وده خطر كبير محدش حاسس بيه يعني الناس هتعمل ايه يعني ما الناس طالق عنيها عشان لهم بتلعيش وياريت عارفين يعيشوا على فاكرة دي ملحوظة عامة انا ما شفتش حد من اي طبقة مستريح كل الطبقات بتشتكي وكل المهن كمان انا شايفة ان الفساد اللي انتشر في البلد وفي كل شبر فيها مع الظروف السيئة اللي بيمر بيها الشباب هتخليه اختار ما بين امرين يا اما ينحرف يا اما يسور انا بتهيقلي يسور احسن لان انا ما عرفش ابوض احنا من الاخر متربيين اه صح معاك حق انا نفسي حاولت نحرف اكتر من مرة ما عرفتش ثلاث مرات تقريبا حتى في دي فاشل طب ما انا بنا يادم كويس ومعنديش اي مشاكل ومش مونحرف وعندي افكار تخلي البلد دي تطلع لقدام مليون سنة بس محدش عايز يسمعني كده بقى ما قدامناش غير حل واحد ان احنا لازم نسور ممكن نعرف بقى وبالمنظر اللي انتو شايفينه ده اللي يشرح القلب كل واحد هيوصله حقه بالتمام والكمال هجمعنح لازم يتخلص من السرقة دي كلها قبل ما الحكومة تاخد خبر وانت عبس كلنا هه موخك على قدك حكومة ايه يا بنا هادم؟ كان زمان ايه يا ابن انت مفيش خالص انت ناسين احنا مترقبين كنا مترقبين قلتلكم اتمره ان موضوع الحكومة والمرعبة ده كان زمان وجبر يا سلام لو الدهب ده يتحول لفلوس قصدك حد يشتليه يعني لازم العملية دي تتم بهداوة عشان ما نتشمش وانا عندي الحل يا حلو طب ما تقوله انجز واخلص طب ماشي واحدة واحدة علي فتعم اخوكو معايا هى البص...ممكن ناخد الحاجة دي وهيكيش بس على شرط نعمله دي سكاوم نعمله لنعملهله المهم يدينا فيلوصنا كاشف إيدينا حلوة قوي يبقى انت تروح تتفق معاه وتزبط كل حاجه قبل ما نروح نحن jam半حاجة ماش ياساتي بس أنا جاعان جاعنàoي الرة علباس تجيب الأكل و preparedness أموه مناعدنكم كده لقم مع بعض ما هروح بس ألوك أنا حاجة الحاجة بتاعتي انا عددها وعارف عيارها ووزناها لو قال لي حاجة هقل لي ما ينكر تهى بمحل كامل وده يطلع كام كيلو ده والله يا باشا أنا ما أسنتوش بس هو يجيلوك عشان تتنكو باري طيب هانتو بكرة معاك يا عم طلعط وأنا هجيب خبير يتمنهم وهديك شيكك وانت قاعد علش يا باشا ما تدخزنيش أصلا أنا معايا شركات وميحبوش موضوع الشيك ده يحبو يفوص على بعضيها خلاص يجي بس الخبير يشوفهم وحد يكفره سكهش يا عم وبنا أخليك اللي نباشا مش عارف نغيرك نعمل ايه علش يا باشا كان لها طلب أخير ايه انت؟ بس العاد الصحابي مش مع مناني عايزين يجوا معايا يحتروا التسليم متساق ومالوا تخليهم يجوا ومالوا ايه عشان حيعرفوني مش مشكلة أنا عارف عنهم كل حاجة ايه دا؟ ايه دا؟ كل دي قضايا أموال عامة ايه دا؟ ملايين ومليارات بتتسرق كل يوم هو الإعلام مركز على كم قضية كده على الوش ودوشنا بعصابة الستة مليو سايب الحاجات المهمة دي؟ مهمتنا ان احنا ندافع عن الظلم والمظلوم لاحترافة البنية دي كده وليه دي لوم ايه ما جاش ليه والله مش عارف اقولك ايه ما عرفش تلمتين تاني؟ لأ هينفعش يا فريق لازم تكلميه لازم تتابعيه لازم يعرف ان احنا مش ناسين ومهتمين بيه حاضر حاضر يا حبيبي حاضر حكلم وشيروات تتأخرت كده ليه؟ زمنها على وصول اهي جات شيرو حبيبك ماما مالك شيروات شيرو امي شوفي مالك امي شيرو 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 بتي بتعياطي شيرو في ايه حبيبتي؟ مالك مالك ماما مالك ماما مليس يا مامي سيبيدي لو سمحت دلوقتي مش قادرات كده؟ لا مش هسيبك بتي بتعياطي بتعياطي بكد ايه ده؟ ايه ده؟ قليلي حبيبتي قليلي حاصل مش انا مامتك حبيبتك وصحبتك هو رامي الوحش صاحh حصل ايه؟ مالكها مالك رامي هيزافر أمريكا يا مامي هزافر ونسجبه الى ارغبتين هو دا الموضوع هزافر بصي بصي يا شيروات انت لسه صغيرة بكرة لما تتخرجي يا بنتي ولما تكبري وتتجوزوا تبقى اتحال صليب وتروحوا اتنين لأمريكا رمي خلاص يا مامي مش عاوزني رمي فاش كلمعي خلاص يا غرفي ستين دهية رمي ايه ده انت شروت بنت فريدة بم انت مش فاهمة مش فاهمة حاجة مش فاهمة حاجة بصيلي كده ايه اللي مش فاهمة حاجة هو في ايه عشان امامتك عشان حاببتك بصي يا شروت اي مشكلة يا بنتي ممكن تقولي هالي وانا هقف جنبك وحساعدك قوليلي هو حصل حاجة بينك وبين رمي هو حصل حاجة بينك وبين رمي ما تقولي ما تتكلمي حصل احمل فكلي قوليلي بس قولي بس احمل فكلي قللي بس احمل فكيف و مصيدي بستعياتي كتلوقتي بستعياتي 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 ما كنت اطعيتي قبل ما اتمني اللي أنت عملتهrivاني لا ويصفر المرحطة ابن الكلب عمل عملته وسافر أنا مش هاسابه ومش هاسابه يا مش 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 كصير يا مش هو بنيم مش مؤمن صبحي هوا المؤمن تسامحيني أنا تسامحيني أنا أنا ألم أكتب فيه يا فريدة ملا؟ مفيش 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 ازاي؟ هي بس كده مشكلة مع صاحبتها في الجامعة أيها مشكلة ايه؟ ما تشغلش بالك بقى يا فؤاد ما تشغلش بال ازاي يا فريدة؟ ازاي بنتي؟ مش كيف هي يا أخوها اللي احنا مش قادرين عليه؟ أنا دعب هنا دعب هنا تسمع الخير